الشيخ من الحبيب حق ذكرت آية وأصدرت فيها جداً في حقيقة يعني عندما ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس كلام الله سبحانه وتعالى يعني ليس فيه كلام مصدق بلا كلام يعني ولكن دولة الظلم طالت ودولة الكفر طالت أصبح الواحد يشتاق إلى أن يشفى صدور قوم المؤمنين وأن تعود الدولة للإسلامي ومسلمين مرة أخرى وفضلتك بتعلمنا في أيام الله كيف تكون هذه الدولة وكيف تمر يعني كيف ترى عودة الإسلام مرة أخرى خلال الفترة القادمة والله إن عاد الناس عاد المسلمون إلى دينهم على مستوى العالم الإسلامي كله لأننا بدلنا وغيرنا وما نصرنا الله سبحانه وتعالى بإقامة شرعه ولا باتباع سنة نبي عليه الصلاة والسلام لا أقصد هنا إخواننا في فلسطين لا أقصد العالم الإسلامي بكمين لكن أنا نصق أن النصر سيكون للحق ولمن معه الحق وليس شرطا أن نرى نحن نصر بأعيننا لكن أن يعني تقبض وأنت على الطريق نعم تعذر نفسك أنك على الطريق وهذا ما تستطيع كم من صحابا ماتوا وهم لم يروا نصرا ولم يروا تمكينا لكن فالمهم أن الإنسان يكون على الطريق يفعل ما بوسعه لكن وهو على الطريق متى يكون التمكين نحن نؤمن بأن التمكين للمسلمين نعم وأنت تعلم الحديث أن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في أقتوم المسلمون فيختبئ اليهودية خلف الحجر والشجر فينطق الله سبحانه وتعالى الحجر والشجر يعبد الله خلف يهودية تعالى فاقتوله إلا الشجر الغرقت لأنه من غرسهم فالنصر قادم قادم لكن الله لا يعجل بعجلة الناس كما ذكرت الله سبحانه وتعالى يتخذ شؤداء من هذه الأجيال يتخذ منهم شؤداء هم أفضل المنازل عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يمحص ويبتلي ويرى صبرنا سبحانه وتعالى لكن نصق أن النصر قادم وإن لم نره بعيننا لكن نؤمن يقينا أن النصر قادم وأن الباطل إلى زوال رأينا ذلك أم لم نرى ذلك المهم أن نموت ونحن في طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى